أهلا وسهلا فيكم في هذا الدرس راح نتعلم معنا القوة الصحيحة غير السالبة والسالبة للأعداد النسبية خلينا نشوف سؤال في أحد برامج عجائب الحيوانات ذكر أنه إذا قمنا بوزن كل نمل العالم فإن مجموع وزنهم سيبلغ مجموع وزن البشر جميعا وذلك بضرب معدل عدد النمل بمعدل وزن النملة الواحدة الذي يبلغ 2.5 للقوة سالب 2 غرام ومقارنته بمجموع أوزان البشر على هذا الكوكب كم تبلغ قيمة العدد 2.5 للقوة سالب 2 على شكل كسر 10 من الغرامات عشان نحل السؤال لازم نتعرف على مفهوم الأس السالب ونشوف مثال عن هذا الموضوع جد قيمة 3 أس سالب 3 وبالمنحل المثال منلاحظ النمط التالي لاكتشاف نتيجة مهمة ومن السنتج إذا أعطي حد يمكن معرفة الحد الذي يليه بالضرب في ثلاثة مثلا إذا عرفنا أنه الحد 3 أس 2 يساوي 3 ضرب 3 فالحد الذي يليه هو 3 أس 3 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 وإلى آخرين وكمان ممكن نجري العملية بشكل عكسي إذا أعطي حد يمكن معرفة الحد الذي يسبقه بالقسمة على 3 مثلا إذا عرفنا أنه الحد 3 أس 4 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 فالحد الذي يسبقه هو 3 ضرب 3 ضرب 3 ويساوي 3 أس 3 طيب وبناء على اللي ذكرناه هل ممكن نملأ الجدول التالي؟ ومنلاحظ تكملة الجدول أنه كل مرة كنا نقسم الحد على 3 لإيجاد الحد الذي يسبقه وهيك منكون اكتشفنا النتيجة المهمة التالية إذا كان ميم عدداً نسبياً ونون عدداً صحيحاً فـ 1 ميم أس 0 يساوي 1 2 ميم أس سالب نون يساوي 1 على ميم أس نون بشرط ميم لا تساوي 0 ومنذكر 1 قسمة عدد يساوي مقلوب العدد مثلا 1 قسم 2 يساوي 1 على 2 1 قسم 4 على 3 يساوي 3 على 4 وبالعودة للمثال السابق قيمة 3 أس سالب 3 يساوي 1 على 3 أس 3 يساوي 1 على 27 وهون قلبنا العدد لتغيير إشارة الأس إلى إشارة موجبة وكمان مثال جد قيمة ما يلي 4 أس سالب 3 4 أس سالب 3 يساوي 1 على 4 أس 3 يساوي 1 على 64 1 على 2 أس سالب 5 يساوي 2 أس 5 يساوي 32 وأخيرا 22 أس 0 يساوي 1 ومنذكر أنه أي عدد غير الصفر مرفوح للقوة صفر يساوي 1 دائما خلينا نحل كمان مثال 4 على 3 أس سالب 4 يساوي 3 على 4 أس 4 يساوي 81 على 256 5 على 6 أس سالب 3 يساوي 6 على 5 أس 3 يساوي 216 على 125 111 على 333 أس 0 يساوي 1 وهلأ ممكن نحل المسألة اللي وردت في بداية الدرس معدل وزن النملة من الغرامات 2 ونص أس سالب 2 يساوي 25 بالعشرة أس سالب 2 يساوي 5 على 2 أس سالب 2 ويساوي 2 على 5 أس 2 ويساوي 4 على 25 ويساوي 16 بالمية غرام وهيك منكون تعلمنا معنى القوة الصحيحة غير السالبة والسالبة للأعداد النسبية